اشتركوا في القناة الملكي الوالد العزيزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقيت ببالغ السرور والاعتزاز برقية سموكم الكريمة المهنئة بعقد الملتقى الحكومي 2016 الذي أقيم برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ويسعدني أن تقدم لسموكم بأسماء آيات الشكر والتقدير على ما تضمنته برقية سموكم حفظكم الله من مشاعر طيبة ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للإسهام في بناء وازدهار هذا الوطن العزيز والعمل على كل ما من شأنه بلوغ المزيد من الرقي والتطور بما فيه صالح الوطن المؤاطن البحريني والارتقاء بالمكتسبات المتحققة له تحت قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه كما أنني أقدر وأفتخر بما تقومون به سموكم من متابعة مستمرة للقيام بكل ما من شأنه مواصلة النهوض بالمرأة البحرينية من خلال قيادتكم للمجلس الأعلى للمرأة تأكيدا على دورها المحوري للإسهام المؤثر في المسارات التنموية الشاملة وأهمية تمكينها ودعم تكافؤ الفرص لتحقيق طموحات وتطلعات الجميع وفي الختام تقبلوا سموكم منا عظيم الشكر والتقدير والامتنان داعيا الله العلي القدير أن يحفظ سموكم وأن يمدكم بعونه وتوفيقه ويديم عليكم مفور الصحة والسعادة وطول العمر ودمتم سموكم بعون الله سالمين موفقين وكانت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله قد بعثت برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله أبدت فيها سموها إعجابها وتقديرها بمبادرة سمو ولي العهد بعقد الملتقى الحكومي الأول 2016 الذي أقيم برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس المزراء الموقر وبمشاركة فاعلة من سمو ولي العهد أثرت أعمال الملتقى باعتباره منصة وطنية هامة جمعت قيادات العمل الحكومي لتقييم ما تحقق من منجزات والوقوف على التحديات لتنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 القائمة على مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية باعتبارها مرتكزات التنمية الوطنية الموجهة لرفعة المواطن البحريني وبما يتسق مع التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه وأعربت سموها عن تهنيها بمناسبة النجاح الباهر لأعمال الملتقى وحسن توجهاته الذي اعتبرته نقلة نوعية في إدارة العمل الحكومي لضمان حسن متابعة تطبيق رؤية البحرين ولإبراز أهم ما نتج عنها من مخرجات انعكست بوضوح على اقتصاد البلاد وكانت خير دليل في مواجهة التحديات وتطويعها لتتواصل وطيرة العمل الوطني بثبات واستقرار وبما يعود بالنفع على المواطن البحريني ورفاهه الاقتصادي واستقراره الاجتماعي وأكدت قرينة عاهل البلاد المفدة بأن المجلس الأعلى للمرأة سيواصل مساعيه لدعم ومساندة أعمال كافة مؤسسات الدولة ومن بينها الحكومة الموقرة التي تعمل بدورها مشكورة على ضمان إدماج احتياجات المرأة البحرينية في المسار التنموي مقدرة سموها متابعة سمو ولي العهد الحثيث لذلك وتوجيهاته الواضحة بضرورة أن يرتكز برنامج عمل الحكومة على ميزان تكافؤ الفرص وبما يحقق للمرأة البحرينية المكانة التي تستحق أن تنالها متمنية لسموه دوام التقدم والسداد لتحقيق المزيد من المكاسب لمستقبل البحرين الواعد والمشرق بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر